اهلا بكم مجددا معكم نورس علي من مدونة علم عناب في فيديو اليوم سأشارككم طريقة الدخول الى ملفات السيرفر والاستضافة حتى لو كانت مشتركة عن طريق الترمينال او الاتصال الـ ssh فكل بساطة سأقوم بالاتصال الان من خلال كتابة امر ssh اكتب اسم المستخدم للسيبانا الخاصة بي ثم اكتب اسم الدومين الخاص بي فبهذا الشكل وانتظر الرد من السيرفر فسيقول لي ادخل كلمة المرور لهذا السيرفر فسأقوم بادخالها فالان قمت بالدخول الى السيرفر الخاص بي فالان اذا قمت بالعرض المحتويات هذا السيرفر ها هي اذا اردت الذهاب مثلا الى تلاحظون سيكون هناك نوع من البطء فلا مشكلة فسأسرد ملفات public-html فسيتم عرض ملفات السيرفر الخاصة بي ويمكن ان يتحكم بالسيرفر عن طريق هذه الطريقة فاذا هذا كله لفيديو اليوم اتمنى انه كان مفيد والقاكم لاحقا موسيقى موسيقى